اشتركوا في القناة شفنا اليوم ارقام المبيعات التجزئة جيدة ما الذي سيحدد مسار الاسترليني وانتو ما وجدت نظركم على العملة في ظل ما يجري حقيقة تماسك الجنين الاسترليني ربما بعض الشيء من الاداء الإيجابي للاقتصاد البريطاني اليوم بالبينات التي صدرت ولكن ضعف الدولار الامريكي الحالي هو الاكثر ترجيحا لارتفاعات الجنين الاسترليني الواقع في المملكة المتحدة أن هناك ضغط سلبي كبير من الجهة السياسية وهناك تخبط واضح مثل ما ذكرتي يضغط بشكل كبير على الامال او الفيوتر الخاص بالمملكة المتحدة بعد انتهاء هذه العامين الفترة الانتقالية هل هي قادرة بمثل هذه الادارة السياسية وبمثل هذه القيادة السياسية وبمثل هذا البرلمان الموجود حاليا على تحقيق يعني عودة قوية وريكوفيري سريع للمملكة المتحدة ذلك يضغط اكثر على الباوند حقيقة ويقلل من الثقة ماذا عن المحادثات وبأي شروط ستخرج بريطانيا يعني كلها مواضيع عالية ضغوط ضغوط مستمرة لم يتفكفك منها اي شيء بالفترة المتحدة على الرغم من بقاءة ريزمية على الرغم من استمرارها في ادارة دفة الخروج لكن حقيقة نسمع الاخبار ونسمع التصريحات ولا نرى حتى الان اي بروجرس او تقدم ملحوظ في هذا الشأن انما بالعكس يعني من الحديث اللي انت ذكرتي منذ قليل انه عم نتأكد اكثر ان الشروط القديمة لا تزال قائمة ولا تزال هي المفروضة وكأنه لا جديد حقيقة يعني يمكن تبنيه ويمكن ملاحظته على الاقتصاد البريطاني انما كان هناك اهتزاز للثقة بشكل كبير في الاقتصاد البريطاني وهناك نوع من التماسك لربما كان هناك عدد وظائف اكثر او التزام اكبر من الباحثين عن العمل لتزام بشكل كبير في الاقتصاد البريطاني يتمسك بوظائفهم الحالية بالفترة الحالية لذلك عم نشوف انه لم يأتي بحلول حقيقية حتى اللحظة رأي دخلني أسألك السؤال ايا بير انترستنج للكون هلا يعني السترليني عم يتخبط بموضوع البريكزيت اليورو دولار عندك قصتين منفصلتين اللي هي قصة الدولار من ناحية وتوجه الفيدرالي وقوة اقتصاد منطقة اليورو وتوجهات الاسي بي عدا ذلك ايا بير شوي اكتر توجه بالفترة القادمة ممكن انه ينظر اليه المتدولون بالوقت الحاضر اللهي حقيقة في الفترة اللي نحن موجودين فيها حاليا بانتظار هذا الكم من البيانات ذات التأثير عم نفضل السوينغ تريدز وعم نفضل التريدز على الفترات القصيرة بشكل اكبر عن ان نتبنى تريند طويل المدى نتيجة المتغيرات الكثيرة الموجودة على السوق حاليا ونتيجة ايضا متغيرات جيوسياسية كمان عم تفرض يعني ثقلها على معظم الازواج العملات خلينا نقول ما حجم المشكلة بكتالونيا ما حجم يعني الى اي مدى بالفعل قد تضغط على منطقة اليورو من جديد وتجدد المشاكل او المخاوف بهذه المنطقة ام لا تزال يعني منفصلة او ايزوليتد حتى الان تماما هي لمتر ومشكلة محدودة بالمقارنة مع ما شاهده الاتحاد الاوروبي حتى الان من يعني ضخامة خروج المملكة المتحدة وصعوبة تحقيق هذا الخروج حتى الان بينما نحن نتحدث عن هذا التوتر او القلق السياسي الذي يخلقه خروج او استقلال كاتلونيا عن اسبانيا قد يكون له اثر اكبر على اسبانيا بس خلينا نحكي contribution او يعني ما هي المساهمة التي يخلقها او يحققها في يخلق النزعات الانفصالية يعني بجعب يعزز هذه النزعات الانفصالية لكن مؤخرا نحن شفنا انه اداء المنطقة الاوروبية تحسن تحسن حقيقة بعد البريكزيت شفنا بيانات افضل من فرنسا شفنا بيانات افضل من المانيا شفنا هناك تحسن اجمالا وكأنها ردود على انه الحركات الانفصالية لا تأتي فعلا بحلول جذرية انما فعلا هي تؤجج بعض يعني خلنا نقول هذه الاراء الانفصالية وامكانية السيطرة على الحدود وامكانية السيطرة على الاقتصادات الصغرية ملحوظ في اداء الاسواق الاوروبية اجمالا رأيناه وكذلك في تعاملات اليورو اليورو كان عند المستويات صفر اربعة والان نحن نتحدث عن في اسوأ حالاته عند السلطار سبتعاش اشارة الى انه اليوم ايضا في تغيير جذري بمنطقة اليورو اللي هو خروز شويبلي وزير المالية الالماني اللي هو كان رأس حربة بالاستاريتي وبمعالجة الملف اليوناني فاليوم لن يكون بعد الان وزيرا للمالية بالمانيا بس يبدو انه الوزير الجديد المراشح من الحزب الليبرالي ايضا بنفس الصراع ومع قصة الاستاريتي كذلك فهل تعتقد انه قد نرى اي تغيير بتوجه منطقة اليورو اعتقد هذا هو الستايل الخاص بالالمانيا على وجه التحديد نجحت في هذا الموضوع نجحت بهذه المدرسة حاليا في السيطرة على الرؤوس الكبيرة داخل الاتحاد مستمرة ربما بهذا التواجه على ما اعتقد نعم قبل ان نختم كلمة عن موضوع الدولر الامريكي واسعار الفائدة هل اصبحت محسومة القصة انه قد نرى رفع جديد فانيا نحن شفنا الدولر الامريكي بدأ بكسر تريند الصاعد هذا والدخول في نطاق تداول عرضي بشكل اكبر المستويات ال94 كمؤشر للدولر الامريكي كانت حاجز قوي يوجد نوع من الاستيعاب لامكانية الرفع الثالث الانظار تتجه الى مزيد من التشديد وما هو عدد مرات الرفع في السنة القادمة انا بشكر حضورك معنا شكرا جزيلا لك خيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث بشركة اكوتي جروب اهلا وسهلا بك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة